اشتركوا في القناة حالات وفاة في الضفة الغربية من حوالي أسبوع الرجاء الانتباه لموضوع وسائل التدفئة الأمر الثاني الابتعاد عن المناطق التي فيها مخاطر من أسوار آلة للسقوط أو تجمعات للمياه هاي كمان نقطة أساسية وإننا نكون دائما جاهزين لموضوع الأدوية والاحتياجات اللي بيحتاجها البيت من أشياء للأطفال أو مطلبات قبل دخول العاصفة في حال حدوث أي مكروه لا قدر الله طبعا في عندكم أرقام كتير للطوارئ موجودة في كل الأحياء المقدسية تقريبا إحنا رح نكون جاهزين على الندهة في غرفة التحكم الموجودة عندنا المركزية اللي إحنا جمعنا فيها أكبر عدد من فرق التطوع الموجودة في القدس وحدنا الجهود حتى إن شاء الله تعالى نلبي خدمة المواطن المقدسي بأسرع وقت ممكن هنا بشكر أهالي كل شخص أرسل أبناءه للتطوع بشكر كل مؤسسة فتحة أبوابها للتطوع بدون استثناء ومع احترامنا لكل الأشخاص اللي بتساهم وبتدعم عمل التطوع حتى الشارع المقدسي يكون إن شاء الله تعالى على جاهزية تامة لخدمة نفسه وشكرا لكم يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر